للي كنت بقوله لأنه ما بشوفش برة حد بيشتكي من الدولة وقت الطقس إنها ممكن يشتكوا من الدولة وقت الإهمال لو حد أهمل أنا معاك أنا بتاعك بقى أنا بقى في الإهمال هقولك بقى والقطر مجاش والطيارة اتأخرت والمطار إنما توم فيه ظروف غير طبيعية أنت بتتكلم على طوارق في حالة النقل طرق تتقفل أنا شفت ده قرار حكيم جدا إنه يفل الطريق عنك ما سافرت عنك ما تحضرت أنا عايز الناس ببارح بيكلمونا من اللي جايين من البحر الأحمر واللي جايين من الجونة واللي جايين من العين السخنة مش شايف ضباب مش شايف حاجة طب أنت إزاي وناس كتير قررت إنه لا خلاص كده أنا قاعد حتى لو عدت يوم زيادة أو حاجة أنا مش راجع غير لما الدنيا تتحاسن نفس الشيء في المطارات قرار إنه الطيارة ما تطلعش أنا مش شايف على فكرة نص حياتي كده إن أنا بقى في مطار والطيارة مش طيارة ده فيه طيارة تركب وتربط الحزام ويشغل بتاع بقى يقولك أنا مش طالع يعني مش طالع يعني تم الغاءة بسبب الطقس السيء 2300 ما بتشوفش حد بيفتح بقى تمام حقيقة تحب تركب أنا أنا على فكرة من الناس لما لأ حد بيزاعة أقوله اركب إنت أنا فاكر مرة حد الطيار قال مش عارف إيه هو بتاع فقال إيه ده عدت له خليك إنت ننازل أصدق هو يعني طبع الأعمار بياد الله بس برضو تاخد بالأسباب ما هو قدروا إنه يقعد هو وقدر إنه ننزل فهنا فيه الأمان والسلامة إنما غير كده زي معاكم شايفين إحنا فيه أيام بيتلغي فيها الكثير من الطيرات للجو وبيتلغي فيها الكثير من الطيرات للكورونا فيه مشكلة فيه طيارة فيها أزمة صحية في بتاع السلامة أولا سلامتك وسلامة ولادك هي الأول